فكرة الفيلم من عندك؟ لا احكي لي بقى فكرة الفيلم استبيو جان عرضوا علي الأستاذ يهاب لامعين وهو تأليفه وخد وقت كبير جدا في تأليف الفيلم اعتقد انه قاعد سنتين يكتب في الفيلم ده فعرضوا علي والحقيقة كان بالصدفة ان انا كنت بزور السجن سجن الاناطر في العيد خدمة بتعملها وزارة الداخلية مثلا نفسهم يشوفوا الفناني فلاني نفسهم يحضروا حفلة حد من الفنانين يجي زيارة خيرية فانا لما رحت اتفاجئت الحقيقة ان في ناس مسجونة علشان عليهم 200 جنيه و100 جنيه وحاجات يعني يعني الناس الكمالي المسجين يعني كبار في السن وفي ناس يعني عندهم عجز ومش قادرين يتحركوا ازاي حصل كده ازاي انا اتصدمت صراحة وحتى بقينا نقول يعني لو تسدد الحاجات دي الناس دي تخرج ولا ايه ولا فيه اجراءات وفيه فترة معينة لازم يعودها يعني كانت قاسية قوي فشاءت الاقدار ان ايهاب لمعي عرض علي السيناريو بعد الحكاية دي وكنت متأثر جدا فالفيلم قلت لأ الفيلم ده ده كل الناس مش في مصر بس ده مصر وحتى في الخليج اللي هم اكثر لا الفيلم وصلت الموضوع انه عمليات التجميل بالقصد ده ده وعلى فكرة دي موجودة الوقت في بعض البلاد لا لا الكميديا في الفيلم انا اتخيلت انه لا والله ده لبنان بياخدوا كروض من البنوك علشان يعملوا عمليات تجميل انا بحلفتك بالله والله صدقيني انا عرفت المعلومة وهو كتب الفيلم ده الجزئية دي كتبه هو في لبنان الله ده واقع لا انا قلت الفيلم بيهزر بقى مين ده اللي هيعمل عمليات تجميل لا 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 خالص خالص الفيلم واقعي تماما الفيلم واقعي تماما عمليات تجميل غلية والناس نفسها تحلو وبقى الضرورية بقى وبقى الضرورية فا ايه المانع ان في واحدة مثلا انا عايزة تخص او واحدة عايزة تعمل تنفخ شفايف تفش مش عارف ايه الحاجات اللي هي الضرورية دي الضرورية دي وبعدين اه يعني ايه المشكلة انه يعني مش قد الدفع دلوقتي فبقت فيه تسهيلات من البنوك يعني وده واقع بجد ده واقع عليم لا ده واقع بالعكس ده ده واقع حلو